تقيقة حال مع فاطمة عبد الرحيم كل يوم لقيت هذه تسمعوا الحظم تاعكم مع فاطمة مسبح الخيرات فاطمة بونجوغ أهلا وسهلا جيهان صبحكم فرحة إن شاء الله يربي انهار الخير السعد لليوم 20 جوليا هما ثلاثيين يفصلون على أعياد ميلاد إمبراطور السعادة اللي هو برج الأسد عليش حسب رايك نقولوا عليه إمبراطور السعادة على خاطره صاحب جو على خاطر زيدة القاعدة معاكم تتشريش بميل الدنيا خاطرك الفرحة زيدة هيك الضحكة العزيزة وغالية ما تفرقش وجوهكم السمحة حاليا كوكب الزهرة يتقدم في برجكم اللي هو كوكب العلاقات الارتباط الحب مش وحده معه وتارد اللي هو كوكب السفر والأوراق وأول أخبارنا البرج الحمل هما ثلاثيين وتبدأ الحظوظ لكبيرة نوع رحيتكم يساعدكم برشا راه وجود الشمس على قريب في الأسد الناري صديق ايه الثورة عليش هالتخمي عليش هالأفكار السيئة خليك إيجابي وخلي تفكيرك إيجابي عكس الجوزة يوم ممتاز يوم زيدة يعدو برشا حظ ايه السرطان كلك حركة طاقة حماس وعلى قريب ان شاء الله يا ربي اتحقق أهدافك الشخصية وكان على الأسد فرصة النجاح رهيت زيد نهار بعد نهار زيد المستقبل لقريب نحكيه على نهاية الشهر جويليهوني الجهان وبداية الشهر قوت يعدوها برشا فيلزين إلى عذرة تتحقق الأهداف واخيرا رك تعيش انفراج وتتنفس هيك السعادة الكبيرة حتى الميزين نهارك فيه الفرحة تودع برشا خيبيت وكان على عقرب لايمة الجهة تعدو بسفر وعقد جديد ان شاء الله نحنا نقوله ان شاء الله يكون في بلاد بعيدة والقوس تتحسن العلاقات رهي تصفى القلوب وكيف ما يقوله طاح الكف على بلو وتعيش انفراج عاطفي برجعك الحب زيدة ينوى رحيتكم وكان على الجدي رهي تتحقق الأحليم ومستقبل ويبين والفلوس رهي من نصيبهم ايه دلو قاية تتخمن في حاجة جديدة في مشروع جديد تنسبيهم مشيك لك المهنية كيف وكيف الحوت رهي ينزيد له حب جديد ويحضر لنا روحه الخطوبة ان شاء الله تكون على قريب عرصوا خطوبة وفلوس اللي عقد عمل ما فاميش اليوم ما فاميش عقد عمل اليوم لي لي ما فاميش فما الحب فما الحب فما الأسد امبراطور السعادة سميته نعم هنا نعرف أسد كش بري لي لي هما الفرحة موليد برج الأسد خبيرة للأبراج معنا فاطمة كيفا كل يوم معنا في دقيقة حظ دقيقة حظ